اشتركوا في القناة يوم يقضي فيه بين الناس ويوم يخلو فيه لعبادة ربه ويوم يخلو فيه بأهله وأشغاله وعندما كان في محرابه أمر أن لا يدخل عليه أحد ذلك اليوم فلم يشعر إلا بشخصين قد دخل عليه من غير الباب بل تسلق الحائط وهم يسألان عن خصومة بينهما جاء ذكر هذه القصة في كتاب الله تعالى في سورة صعد من الآية الثانية عشرة إلى السادسة والعشرين قال تعالى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط قال المفسرون كان داود عليه السلام جالسا في غرفته إذ دخل عليه شخصان بغير إذنه وكان أخوين يملك أحدهما تسع وتسعين نعجة ويملك الآخر نعجة واحدة وطلب الأول من أخيه أن يعطيه النعجة التي تحت يده مدعيا كونه محقا فيما يقترحه على أخيه ليكمل بها غنمه مئة وقد ألقى صاحب النعجة الواحدة كلامه على وجه رق له داود من أخيه يريد ظلمه وأخذ نعجته الوحيدة ولم يستغن بما أعطاه الله من خير كثير رحمه النبي داود وعطف عليه فقضى طبقا لكلام مدعي من دون الاستماع إلى كلام مدعى عليه صاحب التسع والتسعين نعجة وقال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم لكن داود لما قضى بذلك تنبه أن ما صدر منه من حكم دون أن يسمع من الطرف الثاني غير لائق وأن هذه القضية إنما كانت فتنة وامتحانا له لأن الله أمره بالحكم بين الناس بالحق ونهاه عن اتباع الهوى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر